يبدو أن الفنانة شيرينة عبدالوهاب بتعشق الأزمات أو الأزمات هي اللي بتعشقها ما بيعديش أسبوع إلا وبنسمع عنها أزمة جديدة لكن المراضي غير المراضي الأزمة مع الحكومة اللبنانية واللي أبضت على الشيرينة عبدالوهاب وجوزها حسام حبيب وحققت معاهم بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر وده في مخيم عين الحلوة بلبنان طب يا ترى إيه اللي حصل؟ أنا ماريا مجدي وهنعرف كل ده مع بعض في الفيديو ده من يومنا انتشر على ستوشيال ميديا بلبنان صور للفنانة شيرينة عبدالوهاب مع الفنان اللبناني فضل شاكر وهو طبعا من وجهة نظر اللبنانيين هارب من الحكومة ومطلوب القبض عليه الصور والفيديوهات دي خلت اللبنانيين يشطاطوا غضبا من شيرينة عبدالوهاب وكمان جوزها حسام حبيب وطلبوا بالقبض عليهم والتحقيق معاهم ومعرفة أسباب زيارة فضل شاكر وازاي أصلا ظهروا وهو هارب من الحكومة ومطلوب القبض عليه بالفعل قبطت الحكومة اللبنانية على الفنانة شيرينة عبدالوهاب وكمان جوزها وده للاستفسار عن سبب زيارتهم لفضل شاكر المطلوب القبض عليه وده وفقا لكلام الفنانة اللبنانية هنادي عيسى السؤال دلوقتي اللي الكل بيسأله على السوشيال ميديا واللي الإجابة عنه هنعرفها في الفيديو ده إيه اللي حصل مع شيرينة عبدالوهاب بعد القبض عليها في لبنان وفقا للصحفية اللبنانية هنادي عيسى تم الإفراج عن شيرينة عبدالوهاب وجوزها حسام حبيب بعد التحقيق معاهم لزيارتهم للفنان فضل شاكر وكشفت عن السر وإزاي شيرينة عبدالوهاب طلعت من التحقيق معاها على خير اتضح إن شيرينة وجوزها تم الإفراج عنهم لأنهم كانوا حصلين على تصريح رسمي وده لدخول مخيم عين الحلوة واللي تم اكتشاف إن الفنان فضل شاكر فضل هارب فيه أما السر بقى ليه الفنانة شيرينة عبدالوهاب رحت تزور الفنان فضل شاكر ده كشف عنه غازي نصر مسؤول المكتب الإعلامي لفضل شاكر وقال إن الزيارة كان الهدف منها اللي اطمئنان على حالة فضل شاكر واللي اتفاق بينهم على عمل أغنية جديدة تجمع الاتنين وبعد اتضاح سبب الزيارة والكشف إنها لعمل أغنية جديدة الجمهور سأل بأي لهجة هيكون العمل الفني ده هيكون باللهجة المصرية ولا اللبنانية وده اللي محدش يعرفه لحد دلوقتي بس خلال الأيام اللي جاية هندور ونبحث في كل المصادر علشان نعرف الأغنية اللي هتجمع شيرينة عبدالوهاب مع فضل شاكر نعرف مين اللي هيكتب الكلمات واللهجة بتاعت الأغنية هتبقى إيه وخلال الوقت ده كلنا بنتمنى السلامة للفنانة شيرينة عبدالوهاب وإنها ما تقعش تاني في أزمات تانية سواء داخل مصر أو خارجها وإنها تخلي بالها من حياتها الفنية وتلبي مطالب محبيها وجمهورها ولو أنت مهتم بأخبار الفنانة شيرينة عبدالوهاب ومين محبيها اعمل لايك للفيديو ده ومتابع على الصفحة علشان تعرف كل جديد بخصوصها الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة